سوّت مجلس الأمن الدولي على مشروعي قرارين بشأن أفغانستان مقدمان من اليابان والإمارات العربية المتحدة حامل قلم الملف الأفغاني وحصل مشروع القرار الأول على الأغلبية وموافقة جميع الدول الأعضاء ليعتمد القرار الدولي 2678 والمعنى بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المساعدة في أفغانستان لمدة عام حتى السابع عشر من مارس العام القادم وفي وقت يواجه في شعب أفغانستان تحديات كثيرة صعبة المجلس قد استجاب لهذا من خلال رسالة قوية وبها وحدة صف أفغانستان وتحديدا أن النساء والفتيات في أفغانستان لن يتخلى عنهم المجلس وحصل مشروع القرار الثان على الأغلبية بموافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس الدولي ليعتمد القرار رقم 2679 والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم للمجلس الدولي تقييما متكاملا ومستقلا بحلول السابع عشر من نوفمبر هذا العام هذا المقترح يعكس اعترافنا أن أفغانستان يواجه مجموعة من التحديات استثنائية بداية بتدهور حقوق النساء والفتيات والزيادة الاحتياجات الإنسانية وتصاعد التهديد الأمنية وكذلك الوضع الاقتصادي الذي يمكن أن يستمر على حالهم وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أطلقت خطة للاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان وضرورة توفير ما يقرب من 4.5 مليار دولار لمساعدة نحو 24 مليون أفغاني هذا العام موافقة مجلس الأمن الدولي وبالإجماع على مشروعي قرارين بخصوص أفغانستان رسالة قوية للمجتمع الدولي تفيد بأن المجلس متحد تجاه أفغانستان وشعبه من الأمم المتحدة أسامة عبدالعزيز تلفزيون دولة الكويت